بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبارك لكم شهر رمضان شهر الطاعة والعبادة والتقوى والخير شهر الصبر وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا في هذا الشهر المبارك في شهره في شهر الله الأكبر على الصيام والقيام وأعمال البر والخير والإحسان إنه سميع قريب مجيب شهر نزول القرآن شهر الخير والبركة شهر الروحانية شهر صفاء النية في هذا العام إن شاء الله في هذه الحلقات كل يوم إن شاء الله في كل حلقة قصة ونستفيد من هذه القصة عبر على اسم البرنامج قصة وعبر عبر فوائد دروس نستفيد طبعا بالذي يخرج معنا وإلا الدروس أكيد كثيرة راح تكون وسأخصص إن شاء الله أول أربع عشرة حلقة حول النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته صلى الله وسلامه عليهم أعني رسول الله صلى الله عليه وآله وفاطمة الزهراء عليها السلام والأئمة الاثني عشر من الإمام علي إلى الإمام المهدي صلى الله وسلامه تعالى عليهم أجمعين في كل يوم إن شاء الله قصة وعبر دروس مستفادة إلى أربعة عشرة حلقة وبعدها إن شاء الله من الحق الخمس سعش تكون المناسبة حول ولادة الإمام الحسن عليه السلام وتأتي المناسبات والأحداث ونتكلم حولها نراعي أن يكون لكل مقام مقال ولكل حادث حديث ويجب أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحل في سيرة النبي صلى الله عليه وآله قصص وعبر كثيرة كتب كتبت تحت عنوان سيرة سيد المرسلين سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وهكذا نقرأ السيرة نقرأ القصص وكذلك هناك فوائد ودروس تحليلية مستفادة من هذه القصص من هذه القصص التي جرت في زمانه صلى الله عليه وآله في حياته قصة تستخلص نتيجتها تحت عنوان حلف الفضول أبدأ من كلامه صلى الله عليه وآله ذات مرة بعد بعثته المباركة بعث نبيا صلى الله عليه وآله مر ذات مرة وهو في مكة المكرمة عند دار رجل يقال له عبد الله بن جدعان فقال النبي صلى الله عليه وآله مخاطباً أصحابه لقد شهدت في هذه الدار دار عبد الله بن جدعان حلفاً لو دعيت به أو إليه في الإسلام لأجبت هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وآله حسب ما رويت عنه لقد شهدت في هذه الدار حلفاً لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت طبعاً في بعض العبارات لقد شهدت في هذه الدار حلفاً ما أحب أن يكون لي بها حمر النعم لو دعيت به أو إليه في الإسلام لأجبت أكثر من عبارة لحن هذا الحد المشترك تقريباً شنو حلف الفضول؟ حلف الفضول قصة حلف الفضول الآتي وهذا شيء نستفيده نعم تاريخ ولكن جميل أن نستفيد من هذه الدروس من هذه القيم والعبر من هذه الحادثة في زمن الجاهلية يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله أتى رجل من زبيد زبيد مدينة في اليمن ذهب مع سلع وبضائع إلى مكة المكرمة فباع كل السلع كل البضائع اللي عنده وحدة منها بقيت من هذه السلع السلعة شراها منه أو اشتراها منه العاص بن وائل السهمي معروف العاص بن وائل السهمي أبو عمر بن العاص يقول اشتراها منه وقال لا أوافيك بالثمن قريبا قام يطالب بالثمن هذا الرجل الزبيدي اليمني العاص بن وائل السهمي بعدين أنكر لا شفتك ولا شفتني ولا أخذت منك شيء ولا عندك شيء متأخذت أنا منك البضاعة ومن هذا القبيل هذا زعل الرجل الزبيدي اليمني وخاصة أنه غريب يعني مو من أهل مكة فاش سوه؟ ذهب إلى المسجد الحرام وشاف الناس بين مثلا متحدث بائع ومشتري جماعة واقفين ناس يطوفون هذا إلى الآن لم يبعث النبي صلى الله عليه وآله بعد وكان عمر النبي بذلك الوقت عشرين سنة يعني الحادثة قبل بعثة النبي بعشرين عاما هذا الرجل الزبيدي وقف وقال أبيات والناس يسمعونه قال يا آلة فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفري ومحرم أشعث لم يقضي عمرته يا للرجال وبين الحجر والحجر أن الحرام لمن تمت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدري من سمع سمع عم النبي اللي هو الزبير بن عبد المطلب وقال والله ما لهذا مترك هذا ما نترك أبدا فاجتمعت فاجتمعت بن هاشم وزهرة وبعض القبائل في دار عبد الله بن جدعان وصنع لهم عبد الله بن جدعان طعاما وتعاقدوا وتحالفوا على أن يكونوا يدا واحدة مع المظلوم ضد الظالم هذا المظلوم مواطن واللوافد كان الظالم مواطن واللوافد ما يهم بس هذا الشعار تعاقدوا وتعاهدوا وتحالفوا أن يكونوا يدا واحدة مع المظلوم على الظالم وبالفعل راحوا وتحركوا شموا واحد من هالقبائل إلى العاصب بن وائل السهمي ثم انتزعوا منه السلعة اللي كانت مالة الرجل الزبيدي انتزعوا منه السلعة وردوها إلى الرجل الزبيدي الزبير بن عبد المطلب بعدين قال بيت من الشعر قال إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا على ألا يكون ببطن مكته ظالموا ازي هذا الموقف اللي النبي شهده وبعدين قال لقد شهدته بعد عشرين سنة وأكثر بعد البعثة قال لقد شهدته في هذه الدار ذكريات شلونا احيانا تصير ويانا ذكريات انمر على مدارسنا الجامعة بيوتنا اللي كنا ساكنينها قبل الملعب اللي كنا نلعب مثلا فيه كرة والهم وجرة المكان اللي اجتمع فيه ذكريات تصير النبي صلى الله عليه وآله قال لقد شهدته في هذه الدار حلفا لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت أكو دروس حلوة هنا نستفيدها رقم واحد أن الظلم مرفوض والعدل مطلوب وهذه النقطة جدا مهمة وهذه من المستقلات العقلية نعم الشرع أتى وأقره بوجوب الصدق بوجوب العدل ورفضه وحاربه الظلم والكذب وإلى آخره فهذا الأمر الشرع أقره النبي صلى الله عليه وآله أقر أمرا هاما يقول صحيح في ذاك الوقت جاهلية في ذاك الوقت ما كان فيه إسلام ولكن الأشخاص الذين قاموا قاموا بأمر وافقه الشرع بأمر منطقي عقلائي وهو وجوب العدل ورفض الظلم أنت إذا شفت ناس حتى لو ما كانوا متدينين حتى لو ما كانوا مسلمين إذا معاك في مسألة رفض الظلم والمطالبة بالعدل تكون معهم وترفع نفس الشعار هذا الشعار المطلوب العدالة وهذا على شكل أممي ليش اليوم في محكمة العدل الدولية لأن هذا الأمر مطلوب ليش النبي قال ليه أصحابه في الهجرة الأولى اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا عادلا لا يظلم هذا واحد أثنين أن الظالم يجب أن يواجه شنو كان موقع الظالم العاص بن وائل السهم ذاك اليوم من كبار قريش ولكن وجه لأنه ظالم وأخذوا منه السلعة ونصروا المظلوم ثلاثة وجوب نصرة المظلوم سواء هذا المظلوم كان صاحب عائلة ليس صاحب عائلة معروفة كان وافد كان مواطن كان غني فقير معروف ممعروف يجب أن ينصر المظلوم أربعة من الدروس المستفادة العمل الجماعي والمطلب الشعبي هذين كانوا رؤساء القبائل اللي اجتمعوا بنه هاشم وزاهرة وغيرهم كلهم لما يكون العمل جماعي المطلب جماعي أننا نريد نحن تطبيق العدل ونرفض الظلم فهذا الشيء الذي يجب أن يتحقق ويكون لأنه بعد ما رح يصير لظالم أي وجود وأي قرار المظلوم هو اللي راح ينتصر له وهذا مبدأ عقلي إنساني أخلاقي اجتماعي ديني بكل المقاييس هذه بعض الدروس المستفادة من هذه القصة قصة حلف الفضول ولقد قال النبي صلى الله عليه وآله لقد شهدت في هذه الدار حلفا لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت لأنه كان يقر الحق ويقر العدل وينبذ الباطل والظلم هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة